لو انت عملت موقع على هوستنجر وحابب انك تعمل فيه ستور او تعمل متجر بحيث انك تبيع منتج معين انت بتقدمه وتبيع خدمة انت بتعملها لو انت بتعمل كورسات تبيع الكورسات دي تعال النهاردة بقى اقولك ازاي انك تقدر تضيف المتجر وتحط طرق دافع وكل حاجة خاصة بانك تقدر انك تبيع منتجك على موقعك الشخصي مش بس كده وشوية تفاصيل كمان يلا بنا نبدأ خلونا قبل ما نبدأ اعرفكو على موقع هوستنجر لو انت عايز تعمل ويب سايت او تعمل موقع ليك ايا كان مجاله او تخصصه موقع هوستنجر هيوفر لك كل حاجة هتحتاجها علشان تعمل ده من اول الدومين والمساحات لحد تصميم الموقع وتقدر انك تعمله ببابلش كامل من غير ما تحتاج اي حاجة من برا بكل سهولة ومن غير حتى ما يكون عندك اي خبرة في التصميم تقدر انك تختار التمبلتس الموجودة عندهم او حتى انك تستخدم الزكاء الاصطناعي في تصميم الويب سايت بتاعك بيوفروا لك اكتر من خطة تقدر تختار الخطة اللي تنسبك ومن تنسوش تستخدموا كود الخاصم بتاعي هتلاقوه تحت في الديسكريبشن توضيح قبل ما نبدأ اللي انا هشرحه النهاردة وازاي انك تضيف ستور او تعمل متجر في الموقع بتاعك ده هتلاقوه موجود في خطة البزنس والكلاود ستارتاو خطة البريمية او الخطة العادية مش هيكون داعم لها لو روحنا على البيزنس وضغطت على جميع الممائزات طبعا البيزنس امكانياتها اكتر خصونا وابع بيدعم كل شغل الاي اي اللي احنا هنشرحه وتوليد الصور والكتابات وكل حاجة حتى طرق الدفع معك لحد عشرين طريق الدفع وميزة التجارة الالكترونية واللي هي تقدر انك تضيف ستور او متجر جوا الويب سايت بتاعك ولو اخترت اي خطة من دول ما تنساش انك تستخدم الكود الخصم بتاعي انت طبعا تستفيد به تدخل على الخطة بالشكل ده سواء هتختار شهر او 12 شهر او 24 شهر او 48 شهر كل ما بتختار المدة اطول كل ما السعر بتاع الشهر نفسه بيقل لنفرض مثلا انا هاخد على 24 شهر بيطلع معايا 114 دولار بتروح هنا تحت هتلاقي هلا دايقة رمز قصيمة بتضغط عليها وبتكتب مصطفى ما اكرم هتلاقوا الكود تحت الفيديو بالشكل ده وتقول له تطبيق بتلاقي نازل معاك من 132 دولار ل 118 دولار فانت المستفيد باي خصم ويلا بنا نرجع نكمل الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم معاكم مصطفى ما اكرم لو انت حبيب تعمل لنفسك موقع شخصي او موقع تجاري الموضوع دا دلوقتي بسهولة تقدر تعمله مع هوستينجا لانها بتوفلك الدومين وبتوفلك المساحات وبتوفلك التصميم وكل حاجة بتقدر انك تعملها بنفسك من غير ما تحتاج اي حد انه هو يعملها لك ولو انت بقى قريدي عملت موقع على هوستينجر فتعالا نهاردة هقولك ازاي تضيف فيه متجر او تعمل فيه سطور علشان تبيع منتج خاص بك بس في البداية خلونا نروح على الموقع الشخصي بتاعي وهنا حيبقى فيه سؤال مهم جدا انا ليه ما خلصتش الموقع لحد دلوقتي يعني مع ان الموضوع بقى اسهل كتير بس الفكرة في الكسل الكسل ما ضغط الشغل وبعدين موقع محتاج ايه اجمع بياناتي دي نقطة الخلاف دلوقتي او دي الحجة بتاعتي دلوقتي ان انا يعني الوقت دايق شوية ان انا اجمع البيانات اللي انا هحطها في الموقع بس ان شاء الله ورايب هخلص الموضوع ده بس خلونا نروح ده فيه المهم واقولكو ازاي بقدر ان انا اتعامل للناس اللي اول مرة تتعرف على هوستينجر هي هوستينجر بكل بساطة انا بخش بختار تيمبلت ياما بعمل التيمبلت عن طريق الاي اي اي بكتب له فكرة الويب سايت اللي انا عايز اعمله وهو بيبدأ ان هو يولد لبقى الويب سايت وبعد كده ببدأ ان انا اعدل عليه شرحت كل جزئية من دي في فيديو قبل كده هسيبلكو كل اللينكات في اخر الفيديو وبعد ما بتخلص بقى الموقع بتاعك بتقدر انك تعدل في كل حاجات بقدر ان انا اغير في كل الموجودة دي بكل بساطة وشوية تعدلات بسيطة مثلا هنا دي البنل بتاعتي انا ضايف هنا عندي هنا حطت اباوت حطت هوم بتقدر انك تضيف قوائم زي ما انت عايز بانك تروح هنا على page هتلاقي القوائم اللي بتقدر تضيفها ممكن انا add page مثلا تكتب بقى الصفحة اللي انت عايز تضيفها عبارة عن ايه connect service project مثلا لو انا خط project ممكن انا احطها بالشكل ده فعلى طول بيبدأ ان هو ينسلي شكل ال project وكل section من دول بتقدر بقى انك تعدل على الصور اللي موجودة تعدل على المعلومات اللي موجودة تبدأ انك تبدل لنفرض ان انا شركة مثلا ايه real estate او شغال في العقارات في الكلام ده كله مثلا هنا بقدر عن طريق خيار AI ان انا اولد دلوقتي صور اقدر ان انا اولد تيكست جوه الموقع بتاعي عن طريق بروح هنا اقوله generate image وبكتب له ال image اللي انا عايزها ايه بكتب له هنا real estate تقدر انك تختار اي نمط الصورة انت عايزه وممكن اعمل هنا فصلة اقوله architecture وبعد كده بقوله generate image بيبدأ ان هو يولد لك صور بالذكاء الاصطناعي بحيث لو انت ما عندك صور بتقدر انك تعمل الموضوع ده بيبدأ ان هو يديك مثلا هو اداني الصور دي بضغط عليها بالشكل ده فبتبدأ انك تختار الصور بالشكل ده مثلا هنا انا عايز اكتب اي حاجة عن real estate نفس الكلام دلوقتي بقى اخيار الذكاء الاصطناعي موجود وبقى بيسهل الموضوع بشكل اكتر كان الاول بس بتقدر انك تعمل ويب سايت او بيجهز لك هو الويب سايت على حسب التخصص اللي انت بتعمله لما ادخل على AI writer بكتب له مثلا ادخل من اركز اجيل ومقاطع ادخل ومقاطع تتوص بيجهز بيبدا ان هو يعمل لنتظر كيف تريد ادخل تقربي او تراجع التكس وياما بتقول له تايجين اما بتقول له امسح انا مش عايزه اما بتقول له او ادخل انا ما جربتش اي اي بالعربي مثلا نكتب بالعربي التصوير العقاري واشوفه هيعمل معي ايه بالعربي ان دي انا اول مرة جربها بصراحة حلو قوي شغال كمان معنا كويس بالعربي مجالة تشويه العقاري وتجارة العقارات يشمل عديد من الانشاطة والخدمات المتعلقة بالترويج والبيع والشراء والتأجير كلام حلو يعني لحد هذه كلام منطقي نفس الكلام ممكن تقوله خلاص انا مش عايزه او انك تخلي احنا كده العربي شغال معنا فسيما انتم شايفين انا بقدر ان انا اتنقل في الويب سايت بكل سهوله اقدر ان انا ابدل صور اقص في صور اعمل edit على الصور وبرتب بقى كل حاجة زي ما انا عايز وطبعا الاسم الموجه دي بقدر ان انا اقبر الsection نفسه يعني مثلا انا حابب هنا اقبر الsection اكتر او حابب ان انا اصغره بالشكل ده حابب ان انا اضيف section مش موجود بضغط على add section هنا ومسلا انا عايز احط gallery حط gallery بالشكل ده خلاص بكل سهوله الويب سايت بقى فيه هنا زي نابزة صغيرة وبعدين انا وبعدين بحط بقى الصور بتاعتي طبعا بعمل edit هنا على gallery وببدأ ان انا اضيف وقدر ان انا اعمل animation وكل حاجة بسهوله جدا ولو حاببنا نعمل preview بضغط preview بالشكل ده بعمل save وبقى كده بروح بعمل preview بيبدأ يعملك preview حي للويب سايت بتاعي بحيس مسلا ايه فيه اي مشكلة او اي حاجة بتقدر انك اتعدل بقى الكلام ده كله يعني هنا عندي الصورة كبيرة بقدر ان انا اصغرها الكلام ده كله بقدر ان انا اشوفه على الموبايل حيبقى شكله عامل ازاي بالشكل ده لو عجبك الويب سايت وخلصت بتقوله go live على طول موقع بيعمله publish ويبدأ ان هو ينشره حلو الكلام حلو كل الكلام اللي انا قلته ده للناس اللي لسه اول مرة تتعرف على hostanger تعالوا بقى نروح واشوف ازاي بقدر ان انا اضيف store في الويب سايت عندي بتروح على ويب سايت بلدر هنا بقدر ان انا اضيف store واضغط على store manager بيبدأ يقولك حط اسم ليه store بتاعك مثلا هسميه مصطفى جميل باكاية باقوله continue بيقولك اختار البلد مثلا هاختار ايجيبت والعملة شوف انت حاب تتعامل بقى اي عملة خليها بالدولار واقوله continue بيفتح معي ال dashboard بتاعت store بقدر ان انا اعمل من خلاله هنا اضيف product بتاعتي بعمل add للproduct بعمل add للpayment او اعدادات الدفع عندي وهنا بقدر ان انا اعمل update للstore عندي المعلومات بتاعتي معلومات الشركة اضيف بقى كل المعلومات بتاعتي كل ده برضو بقدر ان انا اوصله بان انا اروح على store setting كل المعلومات بقدر اعملها من هنا طب تعالى نروح على ال dashboard مثلا انا حابب اضيف منتج معين بروح اقوله add product بيقولك هنا انت عايز تحط product ايه هل product ملموس يعني انت ببيع منتج مثلا انا ببيع كاميرا ببيع هاردات ببيع اي اكسيسوريز او ببيع حاجة digital مثلا ايه بتبيع بلاجينز بتبيع حاجة معينة انت مصنحها او او بتبيع service بتبيع خدمة مثلا انا بقدم خدمة تصميم انت بتطلب مني تصميمات معينة او انا بنافذ ذلك وباخد حسابها اول موقع انت عامله ليه التبرع والدعم المادي والكلام ده كله فانت بتختار الحاجة اللي تناسبك وليكن مثلا انا اختار physics حاجة ملموسة مثلا انا اتخيل ان انا حامل store للكاميرات حابدى ان انا ابيع كاميرا مثلا زي Osmo Book ببدأ ان انا اضيف صورها عن طريق ان انا بجابها في الفولدر العادي وبعمل drag and drop وببدأ ان انا ارفع الصور عندي تقدر ترفع صورة اتنين على حسب ممكن اخد كل الصور بالشكل ده وابدأ ان انا اضيفها وعمل لها upload عندي على الويب سايت اقدر ان انا اكتب بقى التايتل بتاع المنتج عندي مثلا احط هنا Osmo Book 3 وبتبدأ انك تملى البيانات بتاعتك تحط هنا description وصف ليه المنتج ممكن تخش على الموقع نفسه بتاع DGI ممكن تاخد بيانات وليكن مثلا ايه بشكل مؤقت عشان نختصر الكلام وهنا بقدر ان انا احط price او سعر المنتج تقريبا من 800 دولار ولو في خاصم عايز تعمله وهنا option لو انت مثلا عندك منتج والمنتج له اكتر من لون بتقدر انك تضيف هنا بتقول له add option هقول له انا مثلا combo نسخة الكمبو هسميه مثلا ايه ممكن نختار لون red ولا حاجة وبعد كده بقول له save فبتبدأ انك تحط خيارات بعد كده بعمل save بالشكل ده فبيبدأ ان هو يضيف لي المنتج عندي لو انا رجعت ال my website ودخلت هنا على online store بلاقي عندي الخيار بتاع osmo book 3 نزل هنا وبقى موجود بقدر ان انا اعمله add to bag بحيث اقدر ان انا اضيفه عندي في السلة وقدر ان انا اشتري المنتج وهنا طبعا الخيارات لو انا حطيت اكتر من لون او اكتر من خيار ممكن انك تحط نسخة creator combo او النسخة العادية طبعا الفرق ما بينهم من دي بيجي معها مايكروفون وبطارية وشوية حاجات زيادة ودي لأ تقدر انك تحط هنا الخيارات بتاعتك وبكده تقدر انك تضيف كل المنتجات بتاعتك طيب في حاجة بقى مهمة دلوقتي ازاي بقى بقدر ان انا اتحكم في اعدادات الاستور نفسه بروح على الاعدادات بتاعت الاستور بتاعي وبضغط عليها بالشكل ده بروح مثلا على payment وهي وسيل الدفع اللي الناس هتدفع لها hostinger بيدعم التعامل مع stripe ومع paypal ومع apple pay وجوجل pay وتقدر تضيف الكروت بتاعت البنك فتقريبا كل الوسائل المتعرف عليها بتقدر انك تضيفها في الويب سايت تاعتك مثلا انا لو هتعامل مع paypal بتبدأ انك تعمل connect هنا وتضغط وتربط حسابك مع paypal او انك تضيف بشكل يدوي اي وسيلة دفع انت حابب تضيفها او تستقبل عليها الفلوس اللي الناس هتدفع وتتحول ليك كمان من الحاجات المهمة موضوع الشيبنج دلوقتي لو انا ببيع في زون معين مثلا انا ببيع جوه مصر بس يعني اي حد يشتري من برا مصر او ببيع جوه الامارات بس او جوه السعودية بس بتقدر انك تحدد زون معين تقول له create a zone فبتبدأ انك تكتب مثلا البلد فين تقول له add country تقدر انك تختار البلاد اللي بيدعمها ممكن نعمل select all بحيث انك تقدر توصل لكل بلدان العالم اي حد يطلب من الموقع بتاعك موجود في اي مكان في العالم تقدر انك توصل له الشحنة اللي يطلبها فبرضو خيار الشحنة ده من الحاجات المهمة جدا برضو بتبدأ انك تزبط الاعدادات بتاعتك زي ما انتو شايفين الموضوع بتعمل معاه بسهولة قوي بتقدر بقى انك تحط اي بقى الايميلات بتاعتك التاكس لو فيه ضرائب بتقدر انك تطلع فوتير للمنتجات بتاعتك وكل التفاصيل دي بتتحكم فيها من store setting واهم حاجة بعد ما بتخلص بتعمل save وبس خلاص انت كده جاهز والموقع بتاعك جاهز انك تبيع منتجاتك كمان ممكن انك تقسم المنتجات بتاعتك على شكل category مع بعض يعني مثلا اعمل قسم للكاميرات قسم مثلا للاب توبات او الكمبيوترات قسم للاكسسوارات ده بتعمله عن طريق انك تروح هنا على category وتبدأ انك تقول له add category وتبدأ انك تقسم كاميرا مشي بالشكل ده وبقول له add وببدأ ان انا اختار category او باختار المنتجات اللي انا رفعتها بحيث يبدأ ان هو يرتب لي الموضوع بشكل اكده بعد ما بخلص بعمل save وهو كده خلاص هو اللي باتي عمل category سماها camera او cameras وتبدأ انك تعمل ترتيب للمنتجات بحيث الموضوع يبقى منظم في الويب سايت عندك اكتر كمان بتقدر انك تضغط على add هنا او add هنا علشان تبدأ انك تضيف منتجات اكتر بقدر ان انا اروح على edit website عشان يرجعني للويب سايت بتاعي بالشكل ده بقدر ان انا اروح هنا على اللي ستور وابدأ بقى ان انا اعمل اعمل بقى تعديل في اللي ستور زي ما انا عايز اعمل edit selection واقدر بقى ان انا اغير في شكل اللي اوت بتاع اللي ستور كل التفاصيل بتاع اللي ستور ممكن انا اكبر بالشكل ده او ان انا اصغر علشان يظهر معي كده بقدر ان انا اقلب بالاسهم اللي موجودة دي بقدر على هنا الكاميرا اللي انا ضفتها بقدر ان انا اقلب في الصور بالشكل ده بتاع المنتج عندي وبقدر ان اروح اعمل بقى preview بالشكل ده بقدر ان انا اضغط عليها بيبدأ ان هو يتقبل لي الصورة زي ما انتم شايفين بقدر ان انا اقلب اقلب فعملت ستور بكل سهولة مع هوستنجر فلهينا نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتمنى تكونوا استفدتوا وهل انصح بوستنجر او لا اكيد بانصح بوستنجر يعني تقدر تعمل كل حاجة بسهولة من المجالات اللي انا ما بتكلمش عنها خالص في الشغل مجال تصميم المواقع يعني اتكلمت في كل حاجة منتاج واطبعة وكل حاجة و 3D و 2D بس تصميم المواقع كان اعمل لي عقدة شوية لان كمصمم وتشتغل لغة برمجة او كودنج وكلام ده صعبة شوية مش هتستصغى واحد عمل بيتعامل مع علوان وفجأة يبدأ ان هو يتعامل مع شاشة سودة او شاشة بيضة او اكواد فهلول زي هستنجر فيه طبعا فيه بداية لهستنجر بس انا شايفه ده الاحسن وده بيدعم اللغة العربية و الدعم بتاعه باللغة العربية لو حصلت معك اي مشكلة فكل ده حاجات بتشجعك انك تعمل موقعك معه في الختام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان الا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Microsoft—PART، حتى وس肯 مناعق من القرآن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة